لا يستمي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشرا وتصدرا من خشية الله ودرب الأمثال نضربها للناس لغا لهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الوحيد هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الرهيم العزيز الجبال المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالد المال والمصور له الأسماع الحسنى يصبح له ما في السماوات بل الأمور وهو العزيز الحكيم بسم الله من الرحمن الرحيم قل يا أجمع الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما تعبدون لكم دينكم واليديد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شعر ما خلق ومن شعر ما خلق قل شعر ما خلق من شعر ما خلق من شعر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شعر المسماس الخناس الذي هو أسرس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعيد بسم الله الرحمن الرحيم أهدنا أمي فالد الكبار لا ضيب فيه حُدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناه من الفقار والذين يؤمنون بما أُوزل إليك وما أُوزل من قبل وبالآخرتهم يؤمنون أُولئك على هدى هم من ربهم وأُولئك هم المفلحون وإلى هكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أُوزل لك إلا رحمة للغالمين ما كان محيم برهباء أحد من رجال ترواك ولكن رسول الله خاطب كم بالدين وكان مورد للشيء وليما إن الله ملائكة دور صلعنا على النبي يا أهل الذين داموا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سبينا الرحمن الرحيل والفارق وسلم سلامه وسلامه عليك يا سنوه الله صلى الله تعالى عليك وسلم أعوذ بله من الشيطان الوجيب ألا إن أولياء أهو بالأخف عليهم والأخف يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا